اشتركوا في القناة هنا في غزة أطفال يواجهون معاناة يومية بسبب العنف والانتهاكات فكم من طفل أصبح يتيما وكم من طفل حرج جرح نفسيا وجزديا أطفالنا ليست مجرد أرقام وأخبار عابرة من حق أطفالنا العيش كباقي أطفال العالم الجزائر تحيي اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان والمصادف للرابع يونيو من كل سنة للتذكير بما يعانيه أطفال غزة أين نظمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ندوى حول جرائم الكيان الصهيوني في حق أطفال فلسطين أك نموذج يعد هذا اليوم سانحة لاستنهاد الضمير العالمي الذي ما زال مغيبا لرفع الظلم ووقف الجرائم المروعة الممارسة في حق أطفال فلسطين في قطاع غزة كما وصفتها الجزائر في حربها الدبلوماسية لإحياء الروح الإنسانية في رحاب الأمم المتحدة حماية لحق الطفل والمرأة والفلسطيني والقضايا العادلة إن حماية الطفولة كانت ولا زالت محوراً أساسياً من محاور السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية منذ السنوات الأولى للاستقلال لنحيي معاً اليوم الدولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان المصادف لربع جوان من كل سنة للتنديد بكل الانتهاكات الممارسة ضد الأطفال ضحايا الحروب والنزاعات أينما كانوا يتغير الزمان والمكان واسم المستعمر ونوع الأسلحة لكن أكثر الضحايا هم من الأطفال الأبرياء جيل كامل من أطفال غزة المحاصرة يتعرض اليوم إلى حرب إبادة جمعية وتصفية عرقية في محاولة علنية لمحو كل ما هو فلسطيني وبما أننا في يوم يتعلق بالطفل وبحماية الطفل فدعوني أركز على ما لحق الطفل والمرأة في هذه الحرب الهمجية هناك المئات لا زالوا مفقودين هناك المئات والألاف من الشهداء فاقل عشرة ألاف تحت ركام البيوت كل ما يمكن أن يرتكب من جرائم تم ارتكابه أيها الأخوات أيها الإخوة لم يعد الموت يخيف براءتهم المسلوبة ولا القصف والقنابل الحارقة ترهبهم إنه الصمود مجسد في الطفل الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر